الجهات الرقابية المعنية بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية للوقاية من عدوى كوبيت نينتين تحرص دائما على الالتزام بالاشتراطات الوقائية اللازمة في جميع الأنشطة طبعا الأندية الصحية المنتشرة في محافظات البلاد تحرص على تحقيق الالتزام بالاشتراطات المطلوبة والتي طبعا تتمثل في حصر الدخول إلى هذه الأندية على المحصنين فقط مع ضرورة التباعد البدني والالتزام بالتدابير الوقائية الأندية الصحية تواكب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات وزارتي الصحة والبلدية والرامية إلى تطبيق الاشتراطات الصحية بهدف إبعاد شبه عدوى كوفيد 19 عن روادها في صورة تجسد التعاون الكبير بين الأندية الصحية والجهات المعنية لتجاوز هذه المرحلة وفرنا بالتعقيم والسنتايزر والكمامات والقلافزات حتى الموظفين من تزمين بالاشتراطات كاملة من ضمنها حتى أنا عندي الدكتات التكييف حطيت لها جهزة تعقيم بدون ما أن أضايق الكاستمرز ولا شيء فتعقيم عندي دائر كل يومين ثلاثة أيام قاعد ييون البلدية وقاعد ييون الصحة ويكون الحمد لله قاعد يشوفون المكان شون نظيف وشون ممعقم يوميا 24 ساعة تعوتي حق الكاستمرز عامة طعمه طعمه خل كله طعم عشان يوقف شيء اسم انتقال المرض هذا التطعيم شرط أساسي لدخول أي عضو بالنادي ارتزام كبير بالاستراطات الصحية تشهده الأندية الصحية في البلاد وسط تجاوب كبير من قبل روادها تجسد بالامتثال إلى التعليمات الصادرة بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمام والتعقيم أثناء تأدية التمارين الرياضية فضلا عن جعل شهادة التطعيم شرطا أساسيا للدخول إلى تلك الأندية والله الحمد لله النادي معقم 24 ساعة من أجهزة أي جهاز تخلص منه على طول موظف الكلينر ينظف من دخول النادي حاطين الله يعطيهم العافية جهاز قيس حرارة يبطل لك على قيس حرارة الجسم قرار وايد جيد حق المطاعمين فقط عشان لا تشير مخالط من النادي خصوصا عندك النادي لكنيران هنا يشقالين على جهاز أول بول عندهم استوف صاعد نازل على التنظيف والمعقم فيه اشتراطات صحية الحمد لله العموم أنه عندما يلعب يلبس الكمام وكل وقت فيه تعقيم على الجهزة التعاون الكبير بين الأندية الصحية والجهات المعنية بمتابعة ملف كوفيد-19 أثمر عن نجاح الخطة المرسومة والتي واكبت استئناف النشاط الرياضي والصحي في تلك الأندية وسط التزام تام من قبل الأعضاء بالإجراءات الصحية والإحترازية فهدي التركي تلفزيون دولة الكويت